سؤال من حسين حقين يقول ما هو رأي الشاعر مك الشامي في دمج بعض القصائد النبطية ببعض الأبيات الفصحة لأن بعض الشعارة في الوقت الراهن سالكوا هذا الاتجاه وهل له قصيدة من هذا النوع من الشعر وهل لديها أبناء لهم محاولات شعرية أولا القصيدة التي تبنى على أبيات فصحة لو خالطها بيت واحد فقط نبطي أصبحت نبطية ينبذها الفصيح بالنسبة للقصيدة من هذا النوع لي أنا لا إله إلا الله أي ولي وحدة كانت بعنوان أمجاد أمة يا أمة التوحيد للأمة هنا أمجاد إلى أن قلت هم أمجاد والله طويلة يا حسين والآن والله لا يحضر ولكن إن شاء الله أنه أوافقكم بها مستقبلا بإذن الواحد أما بالنسبة للأبناء الذين لهم محاولات شعرية عندي واحد ما شاء الله تبارك الله يحاول أنه يكتب ويلخبط ويجيني يقول هيا الله ساعدني في ترتيبها وهذا جميل جدا ولكن أغلبهم أنا دربتهم على الإلقاء وحتى عندي واحدة من البنات أبشرك يعني سبقوا إنها أخذت جوائل عديدة في بعض مناسبات اللي كان يقيمها الشمع النسائي بارك الله فيك سيد